بلين نقطة هذي مهمة برشا سبيجي حكاسي قلت ما نحكموش وحدنا في بعض الاجتماعات قلت اللي مايصوتش النيداة تونس وكأنه صوت لحركة النظام بعد في اجتماع قلت اللي مايصوتش النيداة تونس ينجم يصوت الاتحاد من أجل تونس ودخلنا له نقطة هذك في اجتماع شعبي في حمام لنف لأنه هي البلاد نتاعي كانت حمام لنف هذي كان أنا عرست فيها ومرتي من غادي وكلها من غادي قلت لهم يصوتوا النيداة تونس وقت اللي مايصوتش النيداة تونس كأنه قدم النهض مش معنا قلت لهم مش مصوتوها النهض أنا مش نهضاوي ساعة ساعة تبعا لكن زادا إذا مش نكثروا النيداة تونس مش عدانا هم هم مناسين وعندهم تمشيات آخر وعندهم رجالهم آخر وعندهم نيسا يعني الناس يصوتوا لهم زادا هم رؤوا بالك تخايبوا تونس مش مش يصوتوهم ثم عندهم ناس مش يصوتوهم لكن احنا ماذا بنا الأغلبية يصوتونا لنحن باش ندخلوا في مشروعنا وباش نخرجوا تونس من نخرجوا العجلة من الكورين اللي هي فيها تونس فهمت الله هذا صوتونا لنحن لكن احنا شكونا قلنا ملاش باش نحكموا وحدنا باش نشوفوا نحكموا مع ناس خلين في الأولوية تكون فهمة فهمة الناس العائلة الديمقراطية هذي أقرب منها خطفة ما فرق راهو ما بين يعني تعمل حكومة حكومة تعملها انتي والنتائج متاع الانتخابات لكن راهو كيف تدخلوا في حكومة واحدة موش يسميه وتحالف اذك موش هذك التحالف هذك تعايش وظروف هذي مش نجعله بالله بتخطيط سلباج يعني حلفاننا الحقيقيين هما هما الاتحاد من أجل تونس ولكن ماذا بنا مساعي سوتونا لنحن لأننا نحن مقتنعين وأن لو كان عنا الأغلبية المطلقة ما نخدم مش وحدنا نتعاون مع غيرنا نتعاون مع غيرنا شكرا